وعبي أول فقراتنا لليوم رح نروح للفقرة القانونية رح نحكي فيها عن ظاهرة مزعجة كتير وكتير انتشرت بالسنوات الأخيرة وزادت هي ظاهرة التسول والتشرد وطبعا هي الظاهرة مو بس منتشرة بسوريا منتشرة بكل دول العالم بأساليب وطرق مختلفة وجديدة يا رسول أكيد يا لي لو صرنا نشوفها مثل ما قلت بطرق مختلفة صرنا نشوف الطفل عم يبيع العلكية عم يبيعها لبيت المحارب الأطفال والشباب أيضا اليوم اليوم وراء هذا الطفل عم يكون للأسف في بعض الأوقات في شخص عم يدير شبكات كاملة للتسول والتشرد اليوم القانون السوري كيف نظر لهذا الموضوع شو هي أهم العقوبات والمراسيم يلي نزلت لتضمن حياة هذا الطفل هذا الطفل مفروض يكون بمدرسته بين عيلته عم يعيش حياة اجتماعية صح ولكن للأسف نحن عم نشوفه بالشارع خارج مدرسته خلينا نتعرف أكثر اليوم كيف نظر القانون السوري لموضوع التشرد والتسول وأهم العقوبات يلي أصدرها وضيفنا على اليوم هو المحامي الأستاذ محمد خير الأنام يسعد صباحك أستاذ أهلا وسهلا فيك يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك بداية خلينا نعرف أو كيف عرف القانون السوري التسول والتشرد هلا بالبداية قبل ما فوت بالتعريف خليني أقول أن المشرع السوري اعتبر المتسول والمتشرد أشخاص خطيرين بسبب عادات حياتهم يعني ممكن مثلا المتسول أو المتشرد أحيانا يرتكب جرائم أخرى غير التسول والتشرد يعني ممكن مثلا يسرق مع الوقت أو ممكن يتعاطى المخدرات فمن هون شاف المشرع السوري أنه هاي الجرائم خطيرة ومن واجب المشرع السوري يعني أن يكون هناك عقوبات يعني واضحة وصريحة بنصوص قانونية بالقانون رقم 8 لعام 2019 بعض التعديلات كانت موجودة على بعض نصوص قانون العقوبات الخاصة بالتسول والتشرد هلا كتعريف ويعني بلغة بسيطة وقريبة من القانون المتسول هو يلي بيشحد يعني مو بالضرورة هو يكون معتاز ممكن يكون معتاز ممكن ما يكون معتاز يعني ممكن مثلا يتلاقي عنده بيت أو مثلا عنده دخل ثابت وبالمقابل هو عم يشحد شو السبب؟ السبب أنه ممكن مثلا يعني شاف القصة سهلة تمام ومانا صعبة استهواها تماما بالضبط أخدها عادي فهون هو بيلاقيها سهلة وبتجيب مصاري فهذا اسمه تسول أما المتشرد بعكس المتسول المتشرد ما بيكون عنده مقوى وما عنده وسيلة لا يقدر يعيش منها يعني مثلا ما تعلم حرفه ما معه شهادة يقدر يشتغل فيها وبنفس الوقت هو ما بده يشتغل فبتلاقيهم مثلا وين؟ تحت الجسور والحضائق بهي الأمكنة نايمين ومتشردين هذا اسمه تشرد هلا ممكن يكون هو متسول ومتشرد بنفس الوقت نعم طيب اليوم هون خلال حديثك استاذ اليوم عددنا نحن أشكال التشرد لا هذا كتعريف طيب خلينا نروح لأشكال التشرد واليوم كيف نظر القانون لكل شكل منه؟ نعم هلا قبل ما نفوت بأشكال التشرد بما أنه حكينا عن التسول خلينا نحكيه عن أشكال التسول هلا التسول ممكن يكون مثلا بشكل صريح يعني مثلا بتلاقي شخص قاعد بمكان وحاطي الطاصة وعم يمد إيده للناس من مال الله يا محسنين حسني قليلة بتلاقيهم يعني دائما بأماكن حافزينهم شعارات وتضبط نعم بأماكن مقتزة بالسكان وغالبا بتلاقيهم وين ناح الجوامع ناح شركات الحوالات بهاي الأمكانة هذا اسمه تسول صريح ممكن يكون كمان تسول ضمني أو خفي مثلا شخص معه على البيت بسكوت تماما بده يبيعه هلا هو بيجي لعندك بيقول لك اشتري مني بيصطع انتي ما بديك تشتري تمام بيقول لك اشتري مني فانتي شو بتعملي أحيانا تحطي المصاري وما بتغذية هذا اسمه تسول ضمني أو خفي نعم أما التشرد ممكن يكون التشرد قصري كيف يعني بفعل أهمال الأسرة يعني الأب والأم مثلا ألعوا ابنه من البيت قالوا لي الله روح ما لك عننا شي واعتمد على نفسك ونحن معنا مسؤولين عنها هاي عملية دفع بانتجاه التشرد تماما وممكن يكون مثلا بفعل ظروف خارجية حصل زلزال الله يحمي بلادنا يعني امين تمام اتشردت البيوت اتشردت الناس والبيوت راحت مثلا بفعل الزلزال هذا اسمه تشرد قصري يعني هو ما له علاقة في يعني مو بإرادته وممكن يكون إرادي بتأثير منه يعني هو ما بده يشتغل مثلا شخص كان عنده استسهل قصة اليوم هو ما بده يشتغل شخص مثلا مستأجر بيت وعنده حيلة خلص عقد إيجاره مثلا وطلع ما عاد عنده القدرة على أنه يكفي تمام فهون هو ما بده يشتغل فتقصير منه بيصير هو متشرد فبتلاقيه هو وعيلته نايمين يا حرام بالحضائق وتحت الجسور أحيانا وحامل على إيده أكتر من ولد تماما هذا تشرد إرادي يعني هو أسر بحق نفسه نعم أي بالنسبة لأشكال التسول وأشكال التشرد تماما خلينا نحكي شوي عنه في حال اليوم القانون في أوراية متسول لما بيقوا القبضة عليه شو هو يعقوبته؟ هل هو يتعاقب؟ نعم هل هو منها نشوف قديش عمره؟ هلأ إذا كان هو تحت العشرة لا يلاحق الجزائيا وإنما يفرض عليه تدابير إصلاحية إذا كان تحت العشرة يعني ما بيتعاقب ما بيتحباس ننتبه لهذه النقطة إذا كان بين العشرة وبين الأطمانطعش أيضا تفرض عليه تدابير إصلاحية كيف يعني؟ يعني ممكن يسلمه يتم تسليمه لأهله أبوه أمه بشرط أنه يكون عندهم ضمانات أنه هن قادرين يربوه هاي الضمانات أخلاقية تكون فعلا هن قادرين يربوه ويعتنوا فيه وينفقوا عليه إذا ما كانوا موجودين يتم تسليمه إلى وليه الشرعي أو أحد أفراد أسرته إذا ما كان عنده حدا تمام يوضع بجمعية أو مؤسسة صالحة لتربية الحدث طبعا هاي بعض التدابير الأصلاحية في عدة تدابير ممكن أن يتم اتخاذها إذا كان فوق سنه الـ 18 هلا هون صار بالغ تمام تمام فوق سنه الـ 18 هلا هون إذا كان عنده القدرة على أنه يشتغل وعنده مورد أنه هو يعيش ومع ذلك بده يشحد هون صارت العقوبة جزائية هون في حبس والحبس بيكون من شهرين إلى سنة وغرامة من 100 ألف ليرة سورية إلى 500 ألف ليرة سورية صار هون في عقوبة جزائية نعم يعني نفهم من حضرتك أستاذ أنه بعد سن الـ 18 القانون السوري شدد على حالات التساول بالضبط تماما طيب إذا بنا نضوي أكتر على العقوبات اللي أصدر القانون السوري بحق المتسولين نعم وبحسب كل شكل من الأشكال إنه في أحداث طبعا وبرجع للأهل ما في أهل في وصية الشرعي ما في وصية الشرعي نحن عنا هون اليوم مراكز بضبط خلينا نقول جمعيات الاجتماعي اللي تتعنى بهذا الموضوع خلينا نضوي أكتر اليوم عن القانون وعن العقوبات تمام هلأ نحن إذا كانوا أحداث نحن من نطبق قانون الأحداث إذا كانوا بالغين من نطبق قانون العقوبات العام تمام هلأ أحيانا يعني أكثر ما يحزن القلب أحيانا بتلاقي طفل نايم بالطريق طفل نايم بالطريق وجوعان وبردان هلأ هون إذا كان هذا الطفل عنده أهل عنده أهل أب وأم وعندهم القدرة لأنه هن يعيشوا ويربوه وينفقوا عليه ومع ذلك تركه مشرد الأهل بيتعاقبوا والعقوبة بتكون من شهر إلى ستة أشهر أصدق الأب بالضبط لأنه هو تركه مشرد وعنده بيت ومع ذلك هو تركه تمام وبالتالي العقوبة بتكون على الأب ما بتكون العقوبة على الطفل نعم تمام طب ذكرت نقطة حضرتك أنه هي من أحد أشكال التسول التسول المبطن مثل ما قالت أنه بيع منشوفهم على إشارات المرور عم يبيعه محارم المسكة البسكويت هذول عقوبتهم نفسها عقوبة الشخص المتسول بشكل صريح خلينا نقول نعم هلأ هون بدنا نشوف إذا هو مدفوع من قبل أحد ولا لا هلأ إذا ما كان مدفوع من قبل أحد نفرض عليه التدابير الأصلاحية إذا كان في مين بعته يعني أحيانا نشوف مثلا أي شخص بدون تعين في مين عم يوزعهم يعني بتلاقي مثلا عم وزعوا الإشارة مشان يبيع مسكة علكة كذا ويجيب مصاري ما بترجع إلى حتى تبيع هذا الشخص اللي عم يفعل هذا الفعل تمام هو اللي بتعاقب وعقوبته هم بتكون شديدة بالحبس مع التشغيل من سنة إلى ثلاث سنوات ليش؟ لأنه هو عم يبعت الأطفال وعم يستغل لهم لمنفعة شخصية في حال كان فوق الـ 18 مثل ما ذكرت حضرتك كمان بيتعاقب هو بهذه الحالة أو في مبرر لأله أنه أنا عم بيعم بيشتغل أصدك إذا كان يلي دفعه فوق الـ 18 بيتعاقب الشخص اللي عم بيبيع كمان أنه هو بنفس العقوبة بيتعاقب لا في عقوبة مختلفة هنا تمام لأنه هنا بلغ هو في سن الـ 18 حكيناها عقوبة المتسوئ نفس العقوبة نعم طيب اليوم أستاذ نحن شركاء بهذا القانون ما بين الشعب وما بين الدولة بالنهاية يعني اليوم واجب المواطن هل اليوم مفروض عليه أنه بيشوف هي الظاهرة وبيتأكد اليوم أنه فيه أطفال مجبرة على وجوده بهذا المكان أنه يروح ويقدم بلاغ شو هي قالت تقدم البلاغ هلأ لا الأماني خلينا نكون صريحين وواضحين نحن شعب طيئ يعني أنا مثلا إذا شفت طفل أو شفت شخص عم يتسول أنا ما عندي القدرة حتى أعرف إنه هو فعلا بحاجة ولا لا نحن مرأنا بكتير ظروف صعبة صحيح فنحن ما بنعرف فعلا إذا هو محتاج ولا لا هلأ الدور الرئيسي هو دور الجهات المعنية بهذا الموضوع يكون طبعا دور مكسف أنا مثلا إذا شفت طفل إجال عندي أو طلب بني مصاري أنا لازم أعطيه برأيي أنا برأيي أنا برأيي لا هي أحيانا العاطفة نعم إذا بدأت تعطيه بتعودي هلأ إذا كان مثلا كبير أي ممكن هلأ مبارح مثلا وقفني شخص قال لي أنا عبتال وأجري كثير ضعيف فبحاجة يعني فأنا حسيت أنه هو محتاج فعطيته بس في ناس احترفوا هاي القصة يعني احترفوا هاي المهنة مثلا مرة من المرات وقفني كمان واحد وقال لي أنا فعلا بحاجة وكذا إلى آخر بعد فترة شفته بنفس المنطقة بس شو عم يعمل بالمصاري عم يروح يشرف فيهم ففي ناس فعلا ممكن تكون بحاجة وفي ناس لا احترفوا هاي المهنة إستحنا اليوم أنا قادرين نميز مثل ما ذكرت حضرتك وبنرجع نقول نحن شعب عاطفي طيب ولكن أنا سألتك عن آلية البلغ إذا حدا حبي يروح يقدم بلغ خاصة بموضوع الأطفال أنا برأيه صعبة شوي لأنه أنت مارح ترتاحي نفسيا مارح نامي صراحة يعني أنت مارح ترتاحي نفسيا لأنه بتخافي أنه أنا ظلمته ممكن أن يكون محتاج فهون أنا دوري تمام إذا إجا طفل وطلب مني أنا دوري أنصحوا أنصحوا أنه ما بصير تعمل هيك مو أن يشجعوا على الشهادة لكن في منهم للأسف عم يكونوا يمكن صارت مع كتير ناس أنه هنهم عم تكون شخصيتهم كتير قوية لأنه هنه ربيوا بالشارع يعني طبع عنده يمكن بس تحكيه كلمة بيجاوبك أجوبك أنا المتدربين أساسا يعني هو مدرب أنه يعمل مثلا أنه بس يشتغل تمام يعني أنت إذا بدك تروحي لعنده وتقول له مثلا تعال خليني يساعدك خليني يجيب لك يقول لك لا ما بدي هو بده مصاري هو عم يشتغل لغاية معينة ممكن يكون في حدا عم يدربه يعني وعم يشغله فعلا حتى من شوف الشباب وصبايا صاروا عندهم هاي القصة هلأ عن جديد من تشرا هدول أكيد مو محبب أنه ينعطوا هدول لازم أنه أنت شاب أو صبي أنه ليش ما بتروحوا بتشتغلوا يعني بتقدروا أنه تشتغل هاي النقطة هلأ في ناس للأسف بترفض الشغل يعني بتقول لك أنا ما بدي أشتغل شو بدي أشتغل ما في شغل هو ما بيكون عم يسعها بيقول لك أنا بس ما في شغل بالبلد مثلا طب أنت حاولت عملت جهدك حتى مثلا أنك تلاقي مبرر لنفسك على الأقل تماما نعم طيب أستاذ ذكرنا نحن أشخاص عم يديروا شبكات نظامية لا أطفال أو لا مراهقين يمكن المراهقين هنون خلال نقول الضحية الأكبر بهذا الموضوع وعم يوزعون بمناطق معينة بإشارات معينة ومثل ما ذكرتوا في آخر نهار في مبلغ معين مفروض يجيبوه أو إلى آخر وإلهم نسبة أكيد كتير قليلة ولكن اليوم القانون السوري وقت توجه لنحو هدول الأشخاص كيف تصدق لهم هل كان في دوريات دائما بالشوارع هل كان العقبات جدا مشددة وفي حال تم إعادة الجرم مرة أخرى طيب هلأ نحن بهذه الحالة إذا كان في من يدير هدول الأشخاص طبعا هذا فعل مواقب عليه بالقانون بموجب المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 هناك إتجار بالأشخاص أنت عم تستدرج وتستغل أشخاص لمنفع أو كسب مادي مقابل العمل بغايات غير مشروعة أو أعمال غير مشروعة هنا العقوبة لا تقل عن سبع سنوات من يقوم بالإتجار بالأشخاص بهذه الطريقة قبت بتكون مشددة طبعا هون مثل ما لنا الدور الرئيسي يقع على الجهات المعنية بهذا الأمر نعم يضبط هدول الحالات ومعرفة فعلا مين بحاجة أو ممن ومين مو بحاجة خاصة هذا الموضوع جدا خطير يعني ممكن نحن نطلع منهم باب التسول للجرائم للسرقة لتجارة العضاء بالأطفال بالنهاية يعني هي شبكة موسعة اللي بشتغل هذه الشغلة هو قادر يعمل أي شيء بالنهاية تمام أستاذ بالنسبة للأطفال اللي هنون أو دور بزارة الشؤون الاجتماعية اليوم تجاه الأطفال اللي تحت سنة الـ 18 هدول اللي ممكن يكون أنت ذكرت أنه بيكون فيه أب وأم أكيد بدون يكون تحت ظروف معينة لكن اللي ما عندون أب وأم ما في عائلة هدول متل ما ألتلك كيف هدول اليوم وزارة الشؤون الاجتماعية قادرة أنه تحميهم أو تعطيهم دعم في معاهد مخصصة ومؤسسات مخصصة لتربية الحدث لإعالته وتربيته وكمان تأهيله وتعليمه يعني حتى لو ما كان في عنده أهل لا هو محمي قانونا محمي نعم ولكن الموضوع بحاجة لمتابعة أنا بقترح تمام يكون فيه تعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع الجمعيات الخيرية مثلا بتأمين فرص عمل لهؤلاء بغض نظر عن السن يعني تمام بتأمين فرص عمل مع هؤلاء بالتنصيق طبعا مع المخاتير وليجان الأحياء يقدروا يعرفوا مين بحاجة ومين عم يتسول طمعا صحيح يمكننا اللقيا اللي بحاجة تمام اللقيا له فرصة عمل أنت إذا أصلحتي رب الأسرة أصلحتي الأسرة كلها ماما ومين ما بحاجة أكيد يعني هذا الموضوع بيحديه متابعة يعني أكيد أنا هذا اقتراح يعني هذه الخطوة جدا مهمة اليوم عملية المسح البشري للحاجيات الأساسية للأشخاص يعني ولكن في نماذج بتقولك أنا ما أنا عم بقدر على الأبني أنا ضبيته مرة وثنتين وثلاثة من الشارع بس خلاص هو تعود يعني وهالنموذج موجود بالواقع يعني اليوم يعني الأهل ما نعم يقدروا له على أبنون واليوم مثلا القانون حمل للأهل هيئة المسؤولية شو الحل بهذه الموقع لأنه هو حمل القانون مسؤولية الأهل لما مثلا بيتركوه مشرد وهن قادرين مثلا على تربيته وإعالته في حال جابوه سلموا لأهلنه الصبح هارب الولاد هلأ هون هون الأهل بيتعاقبوا بغرامة طبعا هم يعني إذا هون كانوا مع أهمى الواجباتهم الأسرية تمام يعني هو عنده واجب أخلاقي وديني لأبو الأم أنه هو يربي ابنه يعني قبل ما نحكي بالقانون أخلاقيا ودينيا أنت جبت ولد على هاي الدنيا بدك تربيه وتهتم فيه هذا واجبك تمام يعني أنا ما فيني مثلا والله عن طريق القانون أنت غصبا عنك بدك تربيه إذا ما كان بالفطرة وإذا أنا ما أنا حابب أني ربي فعلا واتحمل المسؤولية ما رح ربيه ولكن القانون حمى الأحداث في حال مثلا كان هناك تقصير أو لم تتوافر عند الأهل الضمانات الأخلاقية للتربية تمام لأنه اليوم المراهق وقت اللي بيكون ما في انتباه من الأهل بمرحلة المراهقة بالتحديد اليوم عم يروح لشغلات كتيرية مو بس التسول أو التشرد اللي عم نحكي عنه لاحظنا أحيانا من لاي أطفال عم يشموا شالع مثلا هاي ظاهرة كتير انتشرت ببعض السنوات يعني انت بتزعلي وقت بتشوفي هاي المناظر طبعا تنتراهن على الجيل كامل يعني على مستقبل بالنهاية يعني طيب ولكن أستاذ اليوم هيك إذا بنا هيك خلال كامرتك توجه بعض النصائح الوعي أكتر بالقوانين اللي ممكن تكون تلزم الأهالي أكتر بالتويع على أطفالهم مثل ما يعني حكيت أنه يكون في تعاون في تنصيق لما عرفت هاي الحالات فعلا من هو بحاجة ومن من هو بحاجة يلي هو فعلا بحاجة أنا بأمن له فرصة عمل يلي مقنه بحاجة المفروض أنه هو يتعاقب طالما عم يمد إيده بالنهاية نحن عم نهدر طاقات كبيرة وبالمقابل نحن قادرين على استثمار هاي الطاقات بالاتجاه الصحيح والدولة طبعا تستفيد من ناحية الاقتصادية أكيد معلومات جدا مهمة أستاذ هيك ذكرت حضرتك وإن شاء الله هيك نتمنى شوف أطفالنا بالمكان الصحي مدارسون بمجتمع سليم ليقدروا يكبروا هدو الأطفال بنفسية سليمة جدا بالمستقبل شكرا لحضرتك أستاذ ومعلك المعلومات اللي ذكرت شكرا لحضرتك أستاذ ولمعلومات اللي قدمت بقية نهار حلول لحضرتك